سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير يا شيخ أنا حلفت على شيء ولم أفعله فاشتريت دجاجا وتصدقت به على شخص واحد كفرت الحلف فما الحكم في ذلك من حلف على شيء وأراد أن لا يفي بما حلف عليه بل رأى أن غيرها خير منها فله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لكن كفارة اليمين لا تكون بالطريقة التي فعلها يشتري دجاج ويتصدق به على شخص واحد لا جاء في كفارة اليمين أنها محددة فإطعاموا عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير واقبة هي محددة من قبل الشارع فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام ولا تصرف لشخص واحد إنما تصرف لعشرة مساكين كما جاء النص على ذلك في الآية ترجمة نانسي قنقر